من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحوه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلهم صدق الله العظيم وفاءً لذكرى رجال قدموا الغالي والنفيس للوطن في هذا البلد السعيد وسيراً على ثقافة الاعتراف التي ما فتأ حزم الاستقلال يغديها في كل مناسبة ومتى ما سلحت له الظروف نحتفي اليوم بتولة من الرجال الشجعان كل واحد منهم بألف صنديد أبي وفي بدلوا كل غال في سبيل الوطن أولاً وفي سبيل الحزبوت وتنظيماته تانية اختلفت مساراتهم لتشبعهم رؤى الحفظ وأهدافهم منهم من اختار النظام من داخل المؤسسات المنتخبة ومنهم من اختار العمل المقابي سبيلاً منهم من كان شغله في الحملات الانتخابية ومنهم من اشتغل داخل التنظيم بهمة لا تعرف الكللة والمن رحبوا معي بهؤلاء الرجال الشداد الذين نحتفي اليوم بهم بداية نحيي نضالات المرحوم الحاج بحجوب المكار ويتقبل نجلهم المرحوم الحاج بحجوب المكار في كلمة موجزة قولاً ثم لتلقي شهادة اعتراض وجوائز بالمناسب تشاهد السلام عليكم السلام عليكم حقيقةً كلمكة هادي كلمكة بقدارت تستهن مشهن فيه كلمكة كلمكة وكلمكة كل الشه بعد الترحيل بالإخوة السي الأنصاري المستقر جاءت فاسم الكناصر وبرلماني والآخر المهتش والآخر الكتيب العام إلى آخرين حقيقة بحيث سمعت هذه الدكرة متركني الشعود رهيب لأننا عاشنا 10 سنة الأب كان عضو في المجلس البلدي الأول بـ 63 رفقته كل من المناطيين وكان هذا المجلس البلدي كيسر قصر السيبن شمسي كان مجموع من الأعطاء الهاجب الطائع الصداق الفلاني محمد البحاجدريس الشبوكي محمد العطاء وكان يجيش من الشورة والاستقلال ويجيش كي يكلو نجالية اليهودية بالأكل الصورة ديال المجلس أنا جاي وجاي وديها هو معايا قلت غدعتها هدية لكل مناطر داخل حزب الاستقلال باش يعرف حتى هدو كل أشخاص اللي كان في هاي الأخيري وما تبقاش نيك حاد لي لابوت حققتا هدو ناضلو كيب قال استدنى النقيد في الوثيقة ناضلو من أجل إنجاح الوثيقة وكان الشطر القوي في الاستقلال والشطر الثاني في الديمقراطية والحقوق إلى آخرين داس انتخابات مجينات من تلاتة وستين سبعة وستين وهم غادين بسالبتنين وتسعين وتسعين هالناس بدورتين يكبرون كيجي تقصيب الإدارة تاعتين كناسة من الزهن وهنا كان شد بحرارة وكان ومن باب الوافاء أن واحد الراجل كيتعير بأول مرة مفتيش ديال بلز وفي واحدة مدواجيزة جدا ديال ما كلمشوكي لحتاطل تشهور كان شاركو في انتخابات وكان شاركو تنشاركو في انتخابات وشبعوا واحدة تلة من المناظرين أولا من أبناء من أبناء من أبناء السابقين والمنخرطين في الهزب هنا نحسينا نحن باب العيب العيب يالدو كالناس شنو كانوا هزين ومشينا وإحنا معراكات وإشتنا معنا فيها مش موعدين إخوانهم بوجوه يالهم هنا يا كينا وكنا دين كانت تحاربون داخل الهزب ومعرفة بوزن في ينا كيفاش دائم مش هزمودة طويلة ولكن حزب استقال بقصامت صامت لاش لأنه عندنا بادي إيديانه ومن باب الوفاء أيضا لا بد وأن نقول كلمة في رجل حقيقة دافع ودائما معنا في الحزب بكل قوات لولاه لما وصلا الحزب بهذا المشتوى نزل سلاح ومتأخذ آخره فعلا كيف قال في المدخم قال لولا وحده كتاب قال لنا فوتور ولكن شمع الشمال لأن والحزب مفضل أعطي الإشاعدات حاليا وهو ولد الفرع ديالسيتو هو السيد للوحد الأنصاري لأنه كان ممكن شكرا شكرا لأخي دريس على هذه الهدية تقيمة التي تعود بنا إلى تاريخ المجيد من العاصمة الأول العاصمة سمعني صورة أول مجلس بلدي بعد تسقل بمدينة الكناز عام عام برئاسة محمد بن شرطي سمع سمع الولدين وتغمضه برحمة شكرا 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 بحرام إذن يسلم الأستاذ النقيب عبد الوحد الأنصاري شهادة اعتراف للأخ إدريس مكار إذن يتقدم أخ الوحد الأنصاري شهادة لأخ دريس اعتراف سمع الوحد بنضاء المرحوم الحاج المحجوب وأبا الأخ دريس إلى أن يحضر معهم نجله الذي ينافقنا ويحضر معنا في كل المناسبات ويقدم له كذلك هدية من الفرع إذن أستاذ عبد الوحد الأنصاري يقدم شهادة وهدية هناك هدية ثانية يقدمها الأخ سخصال سخصال لنفتش الإقليمي يقدمها للأخ دريس البكار شكرا البكار موالي صورة صورة تقرق للحدث نمر إلى المكرم الثالث محمد الطيس هذا سيته في صفوف حزب سقلال حيث عرف ولا يزال بمضاله والتزامه أعطى الكثير للحزب وترك بصفته الخاصة على العمل الحزبي خاصة بحيث سيد بوسكي مستشار في غرفة التجارة والصناعة والخدمات يقدمه شعادة الاعترافة التقدير الأستاذ عبدواح الأنصاري عضو الإشتراف فيديو بالسرجات فاس بكلاس كما يسلمه بالمناسبة الهدية الثانية يسلمها الأخ عزوز من الله لاعب مفتش حزب الاستقلال والمضاعد الاستقلالي بالتياز شكرا نمر إلى المكرر الموالك صدقت كريم الشهور الأختجاني الأزهري رجل لا يذكر حي النوار إلا ويذكر معه المرحوم الأزهري رجل حكيم كان بيته مكتوحا لجميع المناظرين وذكاله الكائد بنفس الحي كان كذلك منتقى لاستقلاليه يسلمه الشعب عبدواح الأنصاري دكتور نمر نطفي الذي نرحب به الذي حضر بيننا الآن يقدم له الشهادة التانية أو الجائزة التانية التي يخصصها الفرح للإخوة المكرمين نمر نلتقط الصورة أولا شكرا نمر إلى المكرر الموالي وهو المرحومة بالقامل علام رجل عرف برمو العلام كان رجلا استقلاليا بامتياز يحضر معنا الدكتور أحمد العلام عضو مكتب الفرح هو الذي لا يتياس زرناه أخيرا في بيته فلمسنا فيه تبات على المبدأ لكن لمسنا فيه كذلك الكعب الأخ بارك بسين الذي أبر إلا أن يحضر معنا متحدياً مروفه الصحية رفقة مشلهي رشيد بزين مرحباً لك رشيد يسلمه الشهادة الأخ عبد الواحد النصري رفقة الأخ علان خصال كذا الهدية في حين أن رفيقه في النضال الذي تشمعه كلمة سير ماسنا لم نفهم عليها نتكتكا يسلمه هذا الهدية الثانية الأخ فهي شكراً يقدره الجميع ويحترمه كذلك أردو المكسف تنبيدي لمدة مرحلة السيقلالية ومسيقة جهة الناس بقناة بنفسي المقدمات السبطة ومشكراً أردو المكسف تنبيدي أردو المكسف تنبيدي برمطة جعشاً من الذين لم يستوعهم ما سمي في أدبيات الحزب بنفسار كان دوماً يردد في ذلك قل لمن صدى وخان يسلم الشهادة للأخ دريس سمينا الذي أبى إلى أن يحضر معنا قد بسيدة حرم مشكورة التي لبت بالنداء إذن يقدم له الأشعاد الأستاذة أحمد صحي وكذلك الجائزة أو الهدية التي يقدمها له الأخ حسن الرخ حسن الرخ حسن الرخ شكراً وننكلم الآن أبو الحسن عبد الرحمن أبو الحسن إذن نلتقي بصور لابد أن نعيشه بكل تفاصيله في أشبه المواقع يسلمه الشهادة الأخ عبد الواحد الأنصاري وكذا الجائزة الأولى أو الهدية والهدية الثالية يقدمها الأخ جوات سلي كاتل فرح بسقلال بمرجا سليب وسكري ونؤرخ للحدث بارتقاط صنور معبيرة تأثر اللحظة وتجعلها دائمة أيها الأخوة الحضور لا يكتمل اللقاء إلا إخوة المكرمين يفقتوا الصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر